اشتركوا في القناة اقضى 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 اقض أفهمت حر إطالة الشعر شعر الرأس هل هو من السنة أو لا صح طيب هذا السؤال ليس من السنة ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو احلقه كله ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أفدأ وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة لكن إن كان الناس اعتادون ذلك ففعله وإلا ففعل ما يعتاده الناس لأن السنة يا أخوان قد تكون سنة بعينه وقد تكون سنة بجنسه فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة والهيئات إذا لم تكن محرمة السنة فيها اتباع ما عليه الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس فنقول الآن جرت عادة الناس أن لا يتخذ الشعر ولذلك علماء الكبار أول من من نذكر من علماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن السعدي وكذلك شيخنا عبد العزي من باز وكذلك المشاهد الآخرون كالشياء محمد إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذوا الشعر لأنهم لا يرون أن هذا السنة ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا السنة فكانوا من أشد ناس تحرية لاتباع السنة فالصواب أنهم تباعوا العادة إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا فلا تحرية لاتباع عزي voi كنا نحن الآن تحرية لاتباع عزيلي ظهice والطابعت حسنًا شكرا